تماماً كما ينطفض الحراك الشعبي في المشهد العراقي ضد الفساد وإهمال الوطنية العراقية وتصفية أصحاب قضايا الرأي فإن الحديث عن واقع الحريات الدينية في البلاد انتشر صداه عالمياً بما يهدد مصير بناء النظام السياسي الديمقراطي في العراق الحديث تؤكد منظمات حقوقية واقعاً مزرياً للأقليات التي تعرضت لحروب الإرهاب وتهميش الحقوق في سنوات ما قبل سيطرة تنظيم داعش الإرهابية وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تقرير الحريات الدينية الدولي والذي يقيم 199 دولة بمؤشر الحريات فيها التقرير الخاص بالعراق أشار إلى الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات الدينية وصلت الضوء على ضعف المعالجات القانونية والدستورية محذراً من أثار هذه الانتهاكات والتي تتمثل في القتل والنزوح والهجرة وخسارة الممتلكات والعنف المجتمعي وفيما يتعلق بالأقلية الأيزيدية في العراق أوضح التقرير وفقاً لمكتب تنسيق إنقاذ الأيزيديات التابع لحكومة إقليم كردستان أن 2693 أيزيدياً في عداد المفقودين منذ هجوم داعش على شمال البلاد وعلى الرغم من تخصيص البرلمان الإراقي مبلغ 25 مليار دينار كما يقول التقرير لدعم تنفيذ قانون الناجيات الأيزيديات لتقديم الدعم لهم ولغيرهم من الناجيين من الإبادة الجماعية على يد داعش الإرهابي إلا أن دوامة الفساد ابتلعت حقوق النازحين والمهاجرين من أقليات دينية شتى في بلاد تميزت خارطته الوطنية بالتنوع في الأرق واللغة والدين فهنا تمتد حضارات وأجيال من كرد ودركمان ومسيحيين وأيزيديين وصابئة من دائيين وككائيين وغيرهم ممن شكلوا تاريخ بلاد الرافدين إلا أن ظروفهم اليوم مثقلة بحسب لسان حالهم الناطق بهمومهم مثقلة بفوضى السياسة والنزاع على النفوذ والسلطة ما جعل حقوقهم وأبرزها المغيبون ومناطق سكنهم الأصلية وحقوقهم في المشاركة السياسية حبرا على ورق في كثير من خطابات الوعود الرنانة في البلاد شكرا